صباحكم عيد على نهارك سعيد وعلى نايل لايف ومعاكم في حلقات خاصة جدا مناسبة عيد الاطحى المبارك واحنا نهاردة بنحاول نقدم لكم مختلف انواع الفنون عشان خاطر كده يبقى بداية لطيفة كده على بداية اليوم. عايز لكم ان من اهم الفنون اللي احنا كلنا بنستمتع بيها جدا جدا ونسمحها في كل المناسبات مش بس في الاياد او في رمضان حتى لكن في كل وقت هي الانشاد الديني فان اللي طابع خاص جدا وفن مهم جدا جدا وهو يعتبر من كمان التراث الثقافي المصري والعربي. النهاردة معنا احد من تميزه في هذا الانشاد وفي هذا الفن وهو يمكن اسم معروف ومهم جدا وايضا كمان هو وضيف عزيزي على نهارك سعيد النهاردة معنا شيخ جودة صباح الخير. صباح النهار. كل سنة حضرك طيب. كل سنة انت طيب. انت بكاملة الصحة عالش كناف تاني يوم ما فوتت بقى مريح بس يعني مش مشكلة يعني. كل الحمد لله. انا عايزي كده نسمع حاجة كده مناسبة الحج ومناسبة كل يعني ان شاء الله يا ربنا كده يكرمنا كل الحجيك ان شاء الله هيكونوا راجعين بعد ايام بعد الحج. ان شاء الله. ايام كعبة الامال وَقْهَاكَ حَجَّةِ وَعُمْرَةُ نُسْكِي أَنَّنِي فِي كَوَالِعُ وَتَجْرِيدُ نَفْسِي عَنْ مَخِيطِ ثِيَابِهَا بِوَصْلٍ وَإِحْرَامٍ عَنِي الْغَيْرِ قَاطِعُ وَتَرْكِ لِطِيْبِي وَالنِّكَاحِ فَإِنَّ ذَا صِفَاتِي وَزَازَاتِي نَعَمْ فَهُنَّ مَوَانِّعُ يَا حَبِيبِي إِذَا تَرَكَ الْحُجَّاجِ تَقْلِيمَ زُفُورِهِمْ تَرَكْتُ مِنَ الْأَفْعَالِ مَا أَنَا صَانِعُمْ مَا أَنَا صَانِعُمْ ايه الفرق من مختلف انواع انشاة الدينية؟ انشاة الدينية مش نوع واحد. ايه انواع الفرق؟ اولا انشاة الديني اه في ابتهلات وفي توشيح دينية وفي انشاة الدين. الابتهلات الدينية بيؤديها الشيخ بمفرده دون مصاحبة آلات او ايقاعات. ومثالنا في هذا فضيلة الشيخ المرحوم الشيخ نصر الدين طبار كمثال. التوشيح الدينية بيؤديها الشيخ ومعه مجموعة من البطانة بتسمى في لغة المشايخ بطانة. وفي الموسيقى العربية وما ذلك بيسموها كرال او فوكس. الشيخ بيؤدي والبطانة بترد عليه دون مصاحبة آلات او ايقاعات. ولنا في هذا من العظماء الشيخ علي محمود الشيخ طهل فشني كمثال من الناس اللي هي لا تتكرر. ولو جينا نتكلم على التطور الحديث انه ممكن يخش مع التطور يخش فيها آلات وايقاعات. عندنا الفتوى الكبيرة من الشيخ ساد النقشبندي اللي حلوا بليغ حمدي بأمر من السادات وغنى على الموسيقى. فده مثال ده بالنسبة للتواشير. بالنسبة للانشاد الديني ففي انشاد ديني شعبي وفي انشاد دين الصوفي. الانشاد الديني الشعبي بيعتمد على اللغة العامية. وهذا الأمر متوفر فوجة بحرية على العموم. الانشاد الصوفي بيعتمد على اللغة العربية والشعر الصوفي ما هو إلا. المنشد ما هو من يؤدي الشعر بأوزان وألحان هذا لا يقلل من قيمة اللغة العامية لأن لها جمهورها ولها مستمعينها ولها محبينها ولكن لو جئنا تكلمنا حنجد أن الأصل هي اللغة العربية اللي هي لغة القرآن لغة أهل الجنة اللغة اللي نزل بها القرآن ولو هناك لغة أعظم من لغة القرآن لا نزل بها القرآن حرارتك بتشارك دائما في حفلات في مصر وأيضا في الخارج ويمكن لك حفلات مهمة جدا في أوروبا آخر حفلاتك كانت إيه وكانت هو يعني كان فيه أكتر من سفرية في الفترة اللي فاتت بالنسبة لتركيا وعلى دول العربية لكن للأسف يعني أنا حظي قليل معهم لأنه دائما مرتبط بعمل هنا زي فترة رمضان اللي فاتت برضو كنا مرتبطين بقى جاني شغل برة بس كنت مرتبط بعمل هنا فما قدرش أن أنا أختلي هل بتبقى حفلات للجاليات العربية أم كمان بيكون فيه اهتمام من الجماهير الأوروبية أو الأجنبية بشكل عام فيه بيئة فيه تعقودات خاصة عن طريق الأفراد وفيه تعقودات عن طريق الوزارة آآ مش كله آآ وبيبقى استقبال الجمهور الأوروبي الجمهور الأوروبي بشكل عام آآ فيه ميزة آآ جميلة أنه عنده حسن السماع والسماع ده مقام خطير لأن مقام السماع آآ يعني حتى ربنا قال في قرآنه بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قرأ القرآن فاستمعوه صحيح له وأنصته لعلكم يبقى هنا السماع في حد ذاته لما تستمع السماع جيد مع الأنصات بتاخد إرسال الجمل اللي جاي لك أو الكلمات اللي جاي لك وتتفاعل معها إنما لو ما فيه السماع فمش هتدرك ما يقال فهم عندهم حسن السماع شيء جميل ويمكن أخص فرنسا بالتحديد لأن فرنسا فيها من العرب كثيرين مغربة وتوانسة وجزائريين ومصريين ومن كل دول عربية ففيهم نسبة كبيرة وفيهم من الفرنسيين كثيرين منهم يتعلم اللغة العربية ويوجدها وهم محبين لسحر الشرق عموما والتصوف خاصة يعني كان فيه كلام كتير جدا وحكايات كتيرة جدا على فكرة إن الإنشاد الديني يتم سحب البوساط من هذا الفن من تحت إيد مصر وهي مصر كانت الرائدة في هذا الموضوع ولكن يمكن دول عدة سفية تركيا فيه محاولات وفيه فأيضا في بلاد أخرى فيه محاولات هل دوت حقيقي ولا لأ وهل مثلا ممكن يبقى فيه زي بقولوا إيه رحلات مثلا أو بعثات اللي هي ممكن تنشر فن الإنشاد الديني من مصر عن طريق الوزارة أو عن طريق أي كان هيئة يعني أنت كده بتحط إيدك على الجرح أولا مصر عظيمة بنسها بتراثها بحضرتها بكل ما فيها عظيم ولا حد يقدر ينكر هذا ومصر هي الأساس في كل شي ولو جينا خدنا مثال الإنشاد الديني أنا صوتي بح بقول نداء للمجلس الأعلى للطور الصوفية لنقابة الأشراف لوزارة الثقافة لوزارة الإعلام يا ناس مصر بجلالة قدرها لحد النهاردة ما عملتش مهرجان صوفي واحد كان فيه مهرجان للصوفي لتعامل تجمع أشخاص إحنا بنتكلم ما كانش فصفة رسمية يعني هل ما كانش وزارة الثقافة اللي هي علاقة بيه؟ لا نحاك العاشر بتكلم على إيه صح؟ أه كان المجلس الصوفي مستعد على تلتموت شخصية من الشخص وكان حدث برضو أعتقد كان على المستوى عليه كده إن كان فيه حتى جاسب اللي هي الغناء أنا بتكلم في المهرجانات الصوفية زي اللي بتعامل في المغرب أيه اللي بتعامل في الهند الهند صحيح مدير شخص بيعملوا فيها اللي فيها أكتر من تلتموت ملة بيعملوا مهرجانات صوفية صحيح وللأسف يعني هقول لك حاجة غريبة المصريين هم اللي بنجون فيها فأي دولة من الدول اللي بتعمل المهرجانات في المغرب في تونس التواجد المصري رائع لأن المصري لا يقارن ولا ينافس الكل ياخد من المصري إنما المصري ما بيخدش من حد ما بيقلتش إحنا الأساس هل المهرجانات هي المشكلة الوحيدة أو هل لا ده جزئية من ضمن الجزئيات إيه تاني الجزئيات الإهمال الإهمال الشاد الديني بصفة عامة يعني حتى لو جيت عملت فيلم ديني لغة عربية ومتكلف وقال آخر وبتلاقي زعته الساعة 2 أو الساعة 3 ما حدش بيشوفه برنامج ديني أو حفلة إنشاد أو آخر بتتزع برضه في وقت متأخر ما حدش بيش بيش وبعدين بيبص الإنشاد في وقت مناسبة فقط لا غير مع إن الإنشاد هو أصل الفن لو جينا نتكلم القرآن هو أصل النغم ومن أصل النغم اللي هو القرآن اتخذ الإنشاد الديني في من قبل الإسلام من اليهودية والمسيحية والإسلام ده النغم مع الأمور الصوفية سواء للدين اليهودي أو المسيحة أو الإسلام عشان ما يبقاش فيه تحديد أصل النغم من هذا ورغم ذلك مهمل فين هو على خريطة التلفزيون المصري إحنا كان عندنا برامج في التلفزيون المصري زي برنامج في الكولور أو نغمات شرقية أو بقامات شرقية أو كنوز كل ده محي من على البرامج التلفزيونية ورغم أن كان له إدارات وناس مختصة وفريق عمل جاهز وكل حاجة مش متواجد أعتقد أن ده مطلب مهم حقيقة وإحنا بنعيد يعني إحنا بنعيد المصرية وبنعيد أحياء الأصالة والثقافة المصرية وبنحاول نرجع تاني فبالتالي ده مهم جدا أن إحنا نشتعر على دوات من ضمن ملفات كتير لأن الشعر الصوفي أو التصوف عموما أو الإنشاد أو المديح على حسب ما تحب نسميه هو مخاطبة للروح والجسد معه صحيح وما أحببنا في هذه الأيام إن إحنا تعود إلينا وروحنا من جديد معنا الموسيقار هاني شنودة عمل أغنية فتح الرسول على فكرة حيب معنا فكرة تانية فأعتقد يعني أن دي حاجة زي ما إحنا قلنا بمناسبة الفنان هاني شنودة هذا الرجل أنا أحبه وأحترمه وساعدت وشرفت أن أنا رشحت للعمل معه سنة 2005 وعملت معه من أجمل حفلات اللي عملتها على مستوى الثقافة في الأماكن الثقافية زي المان السلي والبيت السحيمي والهراوي وما زلك من الحفلات الجميلة جدا اشتغلت مع الفنان هاني شنودة وروحنا برامج كثيرة زي صح صح معنا وكان لي جولة معه سنة 2005 من الحاجات اللي ما أقدر شنسها أكيد وأعتقد هو وغيره من الفنانيين المفروض يكونوا مثال يحتفى به في فكرة التعاون الثقافي والتبادل والتعاون الحضاري إن أنا بشوفهم دي كمان تحضر مش قبل أي حاجة أصلا يعني طيب خلينا نسمع حاجة تانية انت كلمت على الأفلام وحياتك مشارك مشاركة متميزة في فيلم خالد يوسف اللي بيارض حاليا عايز أعرف نوعية المشاركة دي إيه ولما ممكن بقى تسمعنا حاجة من الحاجات اللي تقدمتها في الفيلم هو أولا بالنسبة لمشاركتي في فيلمك وهي الأولى من نوحها سينمائيا واشاءة المفروض جات إزاي أصلا هي جات إزاي دي كان ليا زميل معايا في المسرح هو مشترك أساسا وهم حبوا عايزين منشط بموصفات معينة فقال لهم عندي فبعتلي الأخ طريق غريب اللي هو مسؤولي للفرق المسوقية وتقابلتي معاه والأستاذ صابر السماك واخدوا مني فلاشة وعرضوه على الأستاذ خالد يوسف قالوا هو دا اللي أنا عايزه فهو كان بيصور في باب اللو فروحت له واتناقشنا مع بعضينا وهو حدد للهدف اللي هو عايزه وعايز إيه بالضبط وأنا قلت له أمين وكتبت له بعض الكلمات قال لي أكي على هذا وروحنا صورنا أكثر من يوم عملت مشهد مع الأستاذ خالد صالح وأنا بنشد هو بيدور على أخوه وياسين فجهة بيستأذن ياخد الميكروفون عشان يدع على أخوه بعدين يرجع ولي طيب اندهل يعني اللي أنا هو بيحبك اندهله عشان يسمع كلامك ويرجع اندهل تقول له إيه بقى فبقول له ارجع ياسين أمك بيتموت ياسين يرجع ياسين وكده بعد ما هو نادع عليه فأنا نادع عليه فياسين بيجي بناء على ندائي فبينزي من على المصر تحرقوش بقى خالب تحرقوش خلاص نروح بقى يبدأ النور دا طيب قل لي بقى